بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنوزلنا القرآن العربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أرحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين إذ قال يوسف أبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدن مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأمين الأحاديث ويتم نعمة عليك وعلى آل يعقون ويتم نعمة عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان فيه يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف إذ قالوا ليوسف وأخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين إن أقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قمًا صالحين قال قائل منهم إن منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب إن يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا ودين يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن ليحجنني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكلوا الذئب وأنتم عن الرافلون قالوا لئن أكلوا الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاشرون فلما سعدوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأبحينا إليه لتنبئنهم وأبحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أبان عشاء يذكرون قالوا يا أبانا إنا فأبنا نستذق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتذر منه لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه إذن كبير قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فالله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوة قال يا دشر هذا غلام وأسروا البضاعة والله عليم بما يعملون بشرا بثمن بخص درائم معدودة وكانوا فيه من الزائدين وقال الذي اشتروا من مصر لانرأتي يكرمي مثاه عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلو أشده آتيناه حكما معيما وكذلك نجزي المحسنين وردته التي وفي بيتها عن نفسه وولقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثلاي إنه لا يسلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لم لا أرآ ذرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واشتبق الباب وقدت قيصه من دبر وألف يا سيدة آلة الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يشجن أم عذاب أليم قال هي عادتني عن نفسي وشهد شائد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت مؤمن الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبته من الصادقين فلما رأى قميص قد من دبر قال إِن مَهُ مِن كَيْدِكُمْ إِن مَكَيْدَكُمْ عَظِيمٍ يوسف أعرف عن هذا مستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراه الفتاة عن نفسه قد شغفها حبا إِنَّا لَنَرْأَا فِي ظَلَالٍ مُنْبِينٍ فَلَنَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَوْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ بَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَنَّ سِكِينَا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنُ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَكْبَرْنَا وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَنَّ فَلَنَّ وَقُلْنَ حَاشَ مِنْهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُمَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَامَتْتُهُ عَنْ نَكْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَنْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُشْجَنَنُونَ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّادِينُ قال رب السجن أحب إلي منا يدعونني إليه وَإِنَّا تَصْرِفْ عَنْي كَيْدَهُمْ لَأَصْلُ إِلَيْهِمَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنُّ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَالًا مِنْ بَعْدِ مَا وَأَبُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِيمٌ وَدَخَلَ مَعِهُ الْسِّجِنَ فَتَيَانُ قال أحد ما إني أراني أعصر خبرا وقال الآخر إني أراني أحمل فلق رأسي خبذا تأكل الطير منه نبئنا بتأميله إنا نرى كلم المحسنين قال لا يأتيكما صعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأميله قول أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبع تلة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبين السيئ أرباب تفرقون خير أم إلا هو الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيام ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبين السيئ أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأيوم الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه أضي الأمر الذي فيه تشتفتيان وقال للذي ظن أنه ناج من المذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن برعسين وقال الملك إني أرى سبع دقات سنان يأكلون سبع عجاك وسبع شنبلات خبر وآخر يا هسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعذرون قالوا أغواس أحلام وما نحن لتأميل أحلام بعاده وقال الذي نجى مما ما اتكر بعد أمة ألم نبذكم بتأميله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في السجع بقرات سنان يأكلون سبع عجاك وسبع شنبلات خبر وآخر يا هسات وسبع شنبلات خبر وآخر يا هسات لعني أرجع إلى الماس لعلم لهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في شنبله إلا قيلا مما تأكلون ثم يأتي من بعض ذلك سبع شدا يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي بعد ذلك عام فيه واس الناس مفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألنا بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيبهن عليم قال ما قطبكن إذ رابتن يوسف عن نفسه قلنا حاش بالله ما عنا علي من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رامدته عن نفسي وإنه لن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغلب وأن الله لا يهدي كيدا خائدين وما ببرئ نفسي إن النفس لأنا رتوب الشوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على قزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسفة الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدقا عليه فعرفا وهم لهم منكرون ولما جهزا بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترمنا أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لن تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرامد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من ملكين فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا مهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما ندري هذه بضاعتنا ردت إلينا وننير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تتون منثقا من الله لتأتمني به لتأتمني به إلا أن يحاط بكم فلما آتم منثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب تفرقة وما أغني عنكم من الله شريء إن الحكم إلا لله علي توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذوع من ما علمناه ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آبا إليه أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتئش بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الشقاية في رحي أخي ثم أذن الأذن أن يجهل العير إنكم لشارفون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صباح الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كذبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فر جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل معاء أخيه ثم استخرجا من معاء أخيه كذلك تبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من مشاء وفرقة لذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرط أخله من قبل فأسر آل يوسف في نفسي ولذب آلم قال أنتم شر مكانا والله أعلم كما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نرا كذن المحسنين قال ما عاذ الله أن نأخذ فإلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلن مستي أشعروا من خلصون جيا قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مبثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أم يحكم الله مهما خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فما شهدنا إلا بما عينا وما كنا بالغيب حافظين فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتبلى عنهم وقال يا أسفى على يوسف فمبيضت عينا من الحجن فركضين قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرقا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بثي وحجني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من ربح الله إنه لا ييأس من ربح الله إنه قبل كافرون فلما دخلوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة نسجات فأنفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل عليتم ما فعيتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وأذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقب يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا كالله لقد آثرك الله على النا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليك بريا يغفر الله لكم وهم أرحم الراحلين إذ هموا بقني صياذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبو إني لأجدني حيوش فلم لا أنت فنجون قالوا 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 إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقوا علامته فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سنف أستغفر لكم ربي إنهما الوفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آمى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخولا مسجدا وقال يا أبت هذا تأذيل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البذل من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحادي أعطر السمابات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولم حرصت بالمؤمنين وما تسألون عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أم تأتيهم الساعة بغتة وأم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبرك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأسوا رسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنهجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لئل الألباب ما كان حديثا ترى مداك تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وابدا ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم